قبل أن يعود التقص عاصفاً اعتباراً من الغد بردت الهمم السياسية وغابت أنباء حوار المستقبل حزب الله برعاية عين التينة المجلس الدستوري ما زال جالساً على دراسة الطعن وتكتل عون انعقد استثنائياً لكن من دون قرار يأخذ مفعيل الفصل السابع الاستثناء لدى التكتل جاء تغيير موعد الاجتماع من الثلاثاء إلى الاثنين لكن القرارات لا تحسب بتبديل الزمن بل ببضامينها إذ أن التيارة النيابية في تكتل عون لم يهدد بالاستقالة في حال لم يخرج الدستوري بقبول الطعن في جلسته يوم غد كل ما في البلاد جماد ثبات على التأجيل من هنا إلى فيينا والمتغير الوحيد يشغل مساحته وزير الصحة وائل أبو فعور في قرارات هزت من أقدم على تسميم الأبدان لم يكن متوقعاً أنها سوف تصل إلى باب البدن مع فصل طبيب أقدم على تصوير عملية مقززة سيكشف برنامج للنشر تفاصيلها في حلقته الليلة ولا ينصح بها لذوي العطر والأحاسيس المرهفة الطبيب المفصول وغير المذكور وثق بالصورة لحظة جرى فيها سحب جماد من مكان مأهول يختلف الجماد من موضع إلى موقع من النادي المحلي إلى نادي الأقوياء في الصحن النووي الذي تخصب اليوم باتفاقية تاريخية وإن تمديداً وقد شكل وصول وزير الخارجية الروسي سرغيل أفروف رافعة لإنقاذ الاتفاق وسحبه إلى مسقط الرأس عمان حيث أول الصناعات السياسية وتوليفها ووضعها على سكة جناف وفينا على أن يعقد الاجتماع المقبل في السلطنة الشهر المقبل وتبعاً للتسلسل الزمني المرسوم في عاصمة التوافق فإن القوى العظمى وإيران يسعيان لإبرام الاتفاقية الشاملة بحلول شهر آدار مارس من العام المقبل على أن تنتهي مهلة التمديد في حزيران يونيو المقبل وحتى ذلك الحين فإن التمديد اللبناني لأزمته السياسية سيطقى ساريا المفعول ترجمة نانسي قنقر